السلام عليكم طلاب العزاء طلاب الصف الثاني الابتدائي في مدرسة التبوك الاهلية النموزجية معكم أستاذ محمد صبري معلم العلوم الدرس الثاني اكتشاف الكهرباء انظر وتساءل ما مصدر طاقة هذه المصابيح نجد أمامنا مصابيح كثيرة في منازلنا في حياتنا اليومية مصدر طاقة هذه المصابيح هي الكهرباء اكتشف ما الذي يجعل المصباح الكهرباء يضي نحتاج إلى أسلاك بطارية بصباح كهرباء توقع عن طريق توصيله بمصدر كهرباء نحتاج لبطارية وأسلاك وهنا نلاحظ وجود طاقة تخرج من البطارية عن طريق الأسلاك فيضي المصباح الكهرباء عندي السؤال الأساسي كيف نحصل على الكهرباء المفردات الكهرباء المتحركة الدائرة الكهربائية الكهرباء الساكنة ما الكهرباء المتحركة؟ هل تستطيع البطاريات أن تشغل بعض ألعابك؟ البطاريات تنتج نوعا من الكهرباء عندي نوعان كهرباء متحركة ودائرة كهربائية الكهرباء المتحركة شكل من أشكال الطاقة التي تحرك في مصار معين الدائرة الكهربائية يجب أن تكون الدائرة موصلة تماما حتى تتحرك في الكهرباء نلاحظ الصورة هنا عندي بطارية سلك مصباح كهربائي يضيء المصباح فقط عندما توصل جميع الأسلاك في دائرة مغلقة الشكل الذي أمامي يمثل دائرة كهربائية مغلقة نحصل على الكهرباء من البطاريات أو من قياس الكهرباء الموجودة في جدران منازل هذا الجهاز أو نستخدمه في تسخين العيش في المنزل نضع الفيشة في الكوبس ونضع الضيقائق معدودة حتى يتم تسخين الكوبس تسري الكهرباء في الدائرة الكهربائية مغلقة عن وص المحمصة بالمقبس ثم تشغيلها نحصل الكهرباء من البطاريات أو من مقياس الكهرباء الموجودة في جدران منازلنا والتي تحصل إليها الطاقة عبر أسلاك من محط التوليد الطاقة الكهربية التي تحول أنواع مختلفة من الطاقة إلى طاقة كهربية يمكن تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية أو ضوئية أو صوتية وهي قادرة على تحريك الأشياء من مكان إلى مكان آخر ما الاستخدامات اليومية للكهرباء المتحركة؟ سؤال أوجهه لطلابي العزة نستخدمها في تشغيل بعض الأشياء مثل السلاجة والغثالة والمزياع ومكيف الهواء ما الكهرباء الساكنة؟ عندما نخرج تخرج منابسنا من النشافة الكهربية أو نلبسها مباشرة بعدك نلاحظ أن بعضها يلتسق ببعض يحدث هذا بسبب الكهرباء الساكنة ما هي الكهرباء الساكنة؟ نتعرف عليها هي نوع من الطاقة تنتج أجزاء صغيرة جدا من المادة لا تستطيع رؤيتها ولكنها موجودة في كل مكان بعض الأشياء الصغيرة تلتسق معا وبعضها يتباعد مثل المغلب السلاجة نلاحظ وجود أشياء معي رعب والبرق البرق شكل من أشكال الكهرباء الساكنة والشحنات التي تولدها العاصفة تنتقل بين السحب والأرض عندما تجزب الأجزاء الصغيرة من المادة بعضها لبعضها وتتنافر فإنها تكون مسحوبة بشحنة كهربائية يشحن جسم الكهرباء عندما تنتقل الشحنات الكهربية منه أوليه فبعض الأحيان يمكن رؤيته أو سماع الكهرباء الساكنة عندما تنتقل من جسم إلى أخر ينجزب لاحظ فروه القط ينجزب فروه القط إلى البالون المشحوب سؤال أذكر بعض الأمثلة على الكهرباء الساكنة المثال أو الإجابة على هذا السؤال البرق الجزاب فرو الهر إلى البالون المشحون انجزاب قصصات الورق إلى مصدرة مدلكة بقطعات من السود أفكر وأتحدث وأكتب السبب والنتيجة كيف نشغل البطاريات الألعاب البطاريات الألعاب الموجودة معي في البيت كيف نشغلها تنتقل الكهرباء من البطارية إلى أجزاء اللعبة عن طريق الأسلاك فتعمل اللعبة مانوع الطاقة التي تجعل الملابس يلتسك ببعضها ببعض أو بجسم أحيانا هي الإجابة الكهرباء الساكنة السؤال الأساسي كيف نحصل على الكهرباء نحصل عليها الإجابة نحصل عليها من البطاريات أو من مقابس الكهرباء التي في المنزل وليه هنا ينتهي أحبائي ضلاب العزاء درسنا اليوم وإلى درس جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر